بالله عليكم أليس كثير من شباب المسلمين الآن المؤهلين بالشهادات العالية معطلون من الأعمال لأنهم لا يجدون وظائف فلماذا تتنادى الأصوات لتوظيف المرأة وإشغال المرأة والرجال لا أحد يلتفت إليهم ولا أحد ينادي بمشكلتهم إلا أنها خطة ومكيدة مدبرة من عدو الإسلام والمسلمين تلقفها من أبناء المسلمين من في قلبه مرض أو فيه شك أو فيه ضعف إيمان فصار ينادي بذلك وينعق كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم ينعقون بأصوات غيرهم كالبضغوات ولا يفكرون في أن هذه الأصوات ضدهم وأنها تطعن في نخورهم وفي مجتمعهم أفلا يتقون الله ألا يرجعون إلى عقولهم ألا يرجعون إلى تذكيرهم لأنهم يزعمون أنهم مفكرون وأنهم مفقفون